أهلاً وسهلاً أحبابي الغالين تمنى إن شاء الله تكونوا بإخير وعلى خير وفي صحة جيدة بإذننا وكون دائماً خفيفة على قلوبكم ونكون على حسن الظن ديالكم كشكركم بسف بسف على التعم ديالكم وعلى تشجاعتكم وعلى تعليق ديالكم زوينة لايك بربيكم وليل أخذكم اللي كان موت عليكم وكان أحمق عليكم شكراً شكراً على الوجود ديالكم معايا وعلى وقتكم اللي كانت تعطوه لي وعلى التعليق القيمة والحضور ديالكم القيم معايا شكراً لكم وكان موت عليكم وليل أخذكم علي أحبابي الغالين يوم جيت نتكلم في واحد الموضوع الموضوع دياليوم اللي هو الرفع الأسعار اللي في الحقيقة كل شي غلة كل شي غلة الفقير المسكين ما بقى له ما يعيش الدرويش ما بقى له ما يعيش وحيب الله كنشوفو ما كينش الخدمة الإنسان كيتقاتل معنا الوقت كيدير واحد المجهود ولكن كيموت عرق بعرق احنا ما عاكينش الخدمة جات كورونا هلكاتنا ما كينش المدخول ما كينش الناس كتبكي الدم الناس كتقطع الناس كتتمحن وفي الآخر يزيدوا في الأسعار الزيت غلات سني دا غلات سمي دا غلات الطحين غلاء البوطة غلات كل شي غلاء راهد شي بزاف راه الدم ديالنا كيمسوه لنا العرق ديالنا كيمسوه لنا الله يحسن لعوان كل واحد الظروف دياله كي لما لقيت شهرية يدخل عليه كي لما يحتم يدخل خبزة هي التالية كجيه غالية درهم هي التالية كجيه غالية وكي يدور في عنا الأسعار هادي الناس فين غير يمشيوا وش هادي الناس غير يقتلوا ريوسهم وش هادي الناس غير يخرجوا وش هادي الناس شنو غير يديروا الله من هذا منكر الى الخدمة الناس اللعوان رحنا ملينا رحنا تقهرنا رحنا احطينا يدينا فقراصنا ومعرفنا ما نديره رح كنا كان عانيه كنا فقراء كنا كان عانيه رح الغني جامعك يحس بالضرر ديال الفقير ولك الفقير هو يعرف معاناة بحال هادك اللي خارج اللي دبه هو الرئيس ديال الحكومة اللي قس يقول تفح لا هادك هو التمن كل شي يزاد فيه حتى من الليسانس حتى من كل شي كل شي يزاد فيه بزاف رحنا تقهرنا الله من هذا منكر واشنا ما نديره رحنا ما نعرف لين نضع ريوسنا رحنا رحنا نخدمه وتعاونه ولكن لم يجرد الخدمة لم يجرد الخدمة لم يجرد الخدمة يجرد يسفو الدم للإنسان يجرد بنا يعمل بالليل وفي النهار وقبض 50 درهم في النهار يجرد بنا يتعب ويموت ويترتق وقبض 50 درهم في النهار هذا كفاية نحن ملينا نحن نحن رحنا هذا عينا نحن في بلادنا نحن نعيش مرتاحين ما شي نقص الدم ديالنا يتسف وحد الداخل عنده يتسفو وفقا يجرد أنه يحل كفاية وعبض وخبز ومازل يجرد بيض ويجرد يجرد ويجرد يجرد بطا يجرد بطا يجرد ان يجرد رح يجرد يجرد بطا ويجرد الطحين وكتللوا فيها ونقول المثال محددك تقاقية ويكتد في البيض بالضبط النهار اللي كتكوني تيما عندك حتى درهم عاد كل شيء يتقادلك هذي الناس كيفش غادي يديرو كيفش غادي أخوتي راه الله من هذا منكر احنا بغينا كل شي نوضيه درع لهذا الشي كل شي غلا كل شي يرفع له الأسعار دياله راحنا يا مواطنين المقهورين راحنا الفقراء المقهورين اللي ما عندهم مش تم دخول لأن الناس لا يتقادلين ولا يتقادلين يتقادلون ويجيبون حتى مصروف ديال النهار يقيلوا يقلبوا لكي يخدموا كل شي واقف كل شي يتمنى من الرحمة الله سبحانه وتعالى يتمنى واشتطحوا وتغييروا الأحوال ديالنا بثاف ديالناس مقهورين ويزيد بلدم يقهرك ويزيد الحكومة يقهرون كيفاية يا أخوتي كيفاية عينا ملينا تقهرنا قدرنا محاولات بغينا نخدموه نحن بغينا نديروه لكن ما كان نلقاوش ما كان نلقاوش خدمة الخدمة الخدمة ما ممتوفره في بلادنا ويزيدوا يرتفعونا الأسعار كيفاية نديرو رأسنا كيفاية نديرو المحين ديالنا الله من هذا منكر عينا ملينا تقهرنا صافي وصلت للحد فنجلون غيرما يمشي المحين فنجلون غيرما يمشي المحين فنجلون أشياء تصبح الأسعار فنجلون فقرنا جوال ما ترى و ما يشياء من مشاهرة و ما يعرفه بقوة الفقر بقوة التي لا يعمل و الأстьعار ترتفع محاولا نديروه سوف نعيينا وملينا و نتمنى أن كل شيء يشترك في هذا الفيديو و كل شيء يشترك الله من هذا المنكر كفاية هذا الشيء كفاية نسمعوا أخبار نسمعوا زادو في الزيت زادو في الطحين زادو في السميدة زادو في هادئ زادو في هادئ ماذا لا يتعييه؟ ماذا هو مصافي غير هما وكلين شربين عايشين فوق المساوك يجب لهم بالهم كل شيء يستطيعون كيف تقول لهم عشرين درهم توكل بنادم؟ أولي عشرين درهم ما تجيب لك؟ ماذا ستجيب لك عشرين درهم؟ دابا نايدكي قلت في الأرخيص يجب أن أرخيص يعني لا يجب أن يكون في الأرخيص يعني يجب أن نزيده فيه الأسعار كلها ارتفعت أخوتي هضروا على حقنا نوضو تهضروا على حقنا كيف هذا الشيء؟ نحن في البلاد نوم بثاف يجب أن نهضروا بثاف ما يتقال بنادم ملاقي مية يزيدوا ويزيدوا ويغليوا الحاجة أعطونا فرص لآمل أعطونا بثاف الحوايج ولعبوا وعري للواحد هضر لعبوا وعري للواحد هضر وتكلم واذا لا يوجد فرص لآمل لا يوجد شيء وفي الآخر يجب أن تلقى الأسعار طلعا السماء حسبي الله وانعمال واكيل حسبي الله وانعمال واكيل وأخوتي ستجدوا فيديو التالي اللي سنضعه لكم تشوفوا الحقيقة ماذا يقول هذا السيد؟ دعوكم في رعاية الله وحفظه وانتمنى دائما نكون خفيفة على قلوبكم ونكون على حسن ظنكم وانتمنى تعطووا اللايكات لهذا الفيديو هذا باش يوصل الناس كل شي نوضي هضر لا يمكن شيء يهضر وشي ما يهضرش إذا ما هضرناش كاملين ما غادش يتحبس هذا الشيء ما غادش يتحد هات الشيء غيبقى غير زايد ويترتافع أما إلا يدرنا وحده وما شيريناش وقدرنا نقطع على هذا الشيء أراه بطبيقية الحل غادي ينقصوا بزز منهم مانهبو